اشتركوا في القناة يهدف إلى تشجيع شباب الجامعي من مختلف أنحاء العالم على التفكير النقدي والتفاعل البناء لتعزيز قيم ومبادئ التحاور بين الأديان والتعايش بسلام بين الجميع وضاف رئيس مجلس أمناء المركز أهمية المبادرة الملكية السامية بتجشين كرسي الملك حمد تكمن في ضرورة إشراك الشباب قادة المستقبل من مختلف أنحاء العالم في إيجاد الحلول المبتكرة الكفيلة بإزالة العوائق أمام التحاور بين مختلف الأديان وتعظيم فرص تلاقيها بعيدا عن أي تباينات دينية وثقافية وعرقية وبما يفضي إلى تهيئة بيئة تؤمن بالتعايش بسلام وتفاهم خالية من الأفكار المتطرفة أو المغلوطة وأشار رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لأن هناك منصات افتراضية متطورة للتعلم عن بعد في ظل ظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وبالأخص إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وسيشارك في البرنامج الصيفي لهذا العام مجموعة من طلبة الجامعات البحرينيين إلى جانب طلبة يمثلون العديد من الجامعات الأوروبية المرموقة حيث ستتاح لهم الفرصة لتوسعة مداركهم حول الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية للأديان ويأتي البرنامج الصيفي تنفيذا لرؤية جلالة الملك المفدى في التركيز على الشباب لجعلهم صناع عالم التسامح والتعايش في المستقبل القادرين على احتضان جميع بني البشر من مختلف الأديان والمذاهب والأعراق وذلك من خلال غرس أسمى المفاهيم الإنسانية في عقول النشء يذكر أن كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي تم افتتاحه رسميا في جامعة سابينزا بالعاصمة الإيطالية روما في نوفمبر 2018